اشتركوا في القناة نتمنى في خلال هذه التسعين يوم تنظم انتخابات لانتخاب رئيس جمهوري لدينا تعليق وليس تعليق واحد تعليق على هذه الفتوى ولكن للمصلحة العامة لمصلحة البلد لمصلحة العليا للوطن قبلنا هذه الفتوى على اساس اننا ما نقعوش في فراغ مؤسساتي على اساس اننا في هذه الفطرة المنصحة لها في المادة 102 وهي تسعين يوم يمكن لنا ان ننظم انتخابات رئاسية تغليب المصلحة العليا يقتضي من الجامع بعض التنازلات من اجل الوصول الى توافق يخرج البلاد من دوامة الازمة نحو بر الامان نتمنى ايضا ان نحضر الارضية القانونية لازمة لاستحداث السلطة الوطنية المستقلة للتنظيم ومراقبة الانتخابات واعلان نتائجها لا بد ان تنتجع هذه السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات كل الصلاحيات التي كانت تملكها وزارة الداخلية والتي كان يملكها حتى المجلسوري فيما يتعلق باعلان نتائج لانه بدون هذا بدون هذا يعني بدون ما تكون هذه السلطة مستقلة فعلا وتكون لها السلطة القانونية وكان لا نفعل شيء الغاء موعدين رئاسيين فتح المجال لكثير من التصورات لكن الخروج من النفق هذه المرة لن يمر الا عبر توفير ظروف النزاهة والشفافية للتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار رئيس للبلاد